ثم أحباء كلمات يسوع المسيح بنفسه عن نفسه في يحنى 3 آية 14 قال لنقديموس الذي يعرف الكتاب المقدس وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية اسمع هذه الآية التي قالها يسوع بفم المبارك في إنجيل يحنى الإصحاح السادس قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم آية 51 ثم اسمع كلام الرب يسوع في يحنى 10 أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم قال يسوع لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا ليس أحد اسمع الكلام انتبه معي اسمع الكلام هذا كلام يسوع ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي ليسلطان أن أضعها وليسلطان أن أخذها أيضا هذا كلام يسوع المسيح فإذا لا الرومان ولا بلاطوس ولا قيافة ولا حنان ولا اليهود ولا أي شخص فالمسيح اختيارا طوعا هو الذي قال ليسلطان أن أضعها من ذاتي ثم قال يسوع لبلاطوس لم يكن لك علي سلطان البتة بعد ما قال بلاطوس ليسوع ليسلطان أن أصلبك وليسلطان أن أطلقك فالمسيح صحح مفهوم بلاطوس قال له لم يكن لك علي سلطان البتة إلا إن كنت قد أعطيت من فوق يعني هذا بأمر إلهي أنا باختار هذا الشيء والسلطان اللي أنت بتمارسه علي هو حقيقة أنك أعطيت هذا السلطان فإذا المسيح وضع بالكامل إرادته أسلم إرادته لمشيئة الآب ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر